اشتركوا في القناة المسؤولين في البلدين في توثيق عورى التعاون بينهما وتعزيز التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا في المحافل الاقليمية والدولية واشهد سمو بما يشهد التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا الصديقة من تطور في كافة المجالات في ظل روابط الصداقة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين واكد سمو ان مملكة البحرين تتطلع الى تعزيز وطيرة التعاون القائم مع جمهورية اندونيسيا الصديقة بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة للبلدين الصديقين منويا سمو الى ما تقوم به اندونيسيا من دور ناشط وبناء في توطيد التعاون بين رابطة دول الاسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونوها سمو الى همية العمل على تنشيط حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين وفتح افاق جديدة تسهم في دفع وطيرة التنمية في البلدين الصديقين لافتا سمو الى ان هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استثمارها لتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والصناعة وغيرها من جانبها اعربت مع السيدة ريتنو مرسودي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتطوير العلاقات مع مملكة البحرين في كافة المجالات مشيدة بما حققته مملكة البحرين من نهضة حضارية متميزة تجسد مكانتها وموقعها الاستراتيجي في المنطقة